ألنا بكم تواصل فرق الدفاع المدني في مدينة جدة جهودها للسيطرة على حريق اندلع في مجمع تجاري في حي الروضة واضحت مدرية الدفاع المدني عبر حسابها على منصة تيكس أن الفرق باشرت موقع الحريق و لازالت أعمال الإخمادي مستمرة و لتفاصيل أكثر حول هذه الحادثة و أيضا جهود الدفاع المدني في هذه اللحظات ينضم معنا من جدة مراسل الإخبارية الزميل خالد ربيع أهلا بك خالد مساء الخير خالد ما هي مسببات هذا الحريق و المسجدات فيما يتعلق بإخمادي من قبل المدرية العامة للدفاع المدني بداية نراحب فيك أحمد وراحب بجميع مشاهدين نشرة النهار و قناة الإخبارية نحن نتواجد الآن على بعد أمتار من هذا الحريق الذي أندلع صباح اليوم نعم تفضل صوت واضح أحمد الآن إذن نحن نتواجد الآن على بعد أمتار من موقع الحريق الذي أندلع اليوم في صباح اليوم و باشرت فرق الدفاع المدني إخماد هذا الحريق الواقع في حي الروضة بشمال محافظة جدة هذا الحريق الذي أندلع في أحد المراكز التجارية في مدينة جدة هذا المركز الذي يشتهر بوجود الذهب و المجوهرات داخل هذا المركز لا زالت فرق الدفاع المدني تجري في عملية إطفاء هذا الحريق بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى تم إغلاق بعض الطرق المؤدية إلى هذا المركز التجاري هذا المركز التجاري يقع بجواره فندق و أيضا يقع بجواره من الجهة الغربية بعض أو المنطقة السكنية أندلع الحريق في الجزء الشمالي والجزء الشرقي من هذا المركز طبعا أسباب اندلع الحريق غير معروفة حتى هذه اللحظة ولكن حسب مصادرنا في الإخبارية أن تم محاصرة الحريق في موقعه في الجهة الشمالية والجهة الشرقية من هذا السوق ولكن هذا السوق يوجد به العديد من أو كمية كبيرة من الذهب و المجوهرات قد تساعد في اندلاع الحريق و انتشاره خلال الساعات القادمة ولكن كما تشاهدون الآن الصورة أحمد و السادة المشاهدين فرق الدفاع المدني لا زالت تباشر إخماد هذا الحريق الذي اندلع صباح اليوم كما ذكرت أحمد أن هذا السوق أو هذا المركز التجاري يقع بجوار فندق و أيضا بجواره منطقها سكنية لازالت فرق الدفاع المدني تباشر إطفاء هذا الحريق و أيضا قبل ظهورنا على الهواء مباشرة كان هناك فرق للدفاع المدني تتوجه إلى هذا الموقع لمساندة زملائهم في إطفاء هذا الحريق و أيضا من ضمن المصادر التي حصلنا عليها في قناة الإخبارية أن ربما خلال الساعات القادمة سوف يتم إخلاء السكان من الأحياء أو من المنازل التي بجوار هذا السوق حفاظا على سلامتهم هل هناك من أنباع نصابات أو أضرار لأشخاص كانوا موجودين في هذا السوق خالد وما تندلع الحريق بالتمام بذلك معلومات فيه بهذا الجهر والله الحمد لم يتم الإعلان عن أي إصابات في هذا السوق تم اندلاع الحريق قرابة الساعة السادسة إلى الساعة السابعة صباحا في هذه الفترة كان السوق بكل تأكيد مغلق ولكن باشرت فرق الدفاع المدني الحادثة و أيضا قامت بعملية الإطفاء من صباح اليوم وحتى هذه اللحظات كما تشاهدون الصورة خلفي فرق الدفاع المدني تتواصل في إخماد هذا الحريق ومحاولة محاصرة هذا الحريق في الجزء الشمالي و الجزء الشرقي من السوق و أيضا بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى و كما ذكرت أحمد أن تم إغلاق بعض الطرق المؤدية إلى هذا السوق و بالتحديد من داخل الأحياء السكنية شكرا لك خالد إذن يبدو أنه أيضا حنوقت الصلاة الذي يكون فيه في جدة أشكرك على هذه المعلومات حول هذا الحريق و سنأخذ منك مزيد من التفاصيل خلال الساعات القادمة فيما يتعلق بتطوراته و أيضا جهود فرق الدفاع المدني في هذا الجانب شكرا لك خالد